ترجمة نانسي قنقر لم تشهد سوى انخفاض ضئيل في نسبة انفاق المستهلكين خلال العام الماضي على الرغم من التقلبات الاقتصادية في المنطقات وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة أمريكان إكسبرس أن ثلثي عينت الدراسة في البحرين أنفقوا نفس أو أكثر من المبلغ الذي خططوا انفاقه خلال العام الماضي كما كشفت الدراسة التي شملت خمس دول خليجية عن تحول ملحوظ في توجهات الانفاق حيث ركز العديد انفاقهم على ضروريات الحياة بعدما أجاب ما نسبته 68% من المشاركين بأنهم أنفقوا أكثر على المواصلات وما نسبته 62% أنفقوا أكثر على تناول الطعام في المنزل تطرأ له هذا الاستبيان أن أولاً أن فقط 39% من سكان البحرين خفضوا من نسبة انفاقهم بمقارنة بالسنة الماضية وهذا في نظرنا شيء إيجابي فمعناه أن 61% لم يخفضوا من نسبة انفاقهم وكذلك رأينا أيضاً أن سكان البحرين يركزون أكثر على ضروريات الحياة أكثر من الانفاق على السلع الفاخرة والنقطة الثالثة التي وضح لنا الاستبيان أن سكان البحرين ينظرون إلى الانفاق في ضروريات الحياة شيء مهم وكذلك نسبة الانفاق على السلع الفاخرة حوالي 730 دولار شهرياً انطلق في مملكة البحرين مؤتمر تطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبترو كيمويات بتنظيم من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آخر المسجدات والتطورات وإمكانية الاستفادة من الفرص المتوفرة في دول المنطقة وزيادة الطلبات على استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الكفاءة والأداء في صناعة التكرير والبترو كيمويات ويبحث المشاركون في المؤتمر مراجعة الواقع الحالي والمستقبلي لصناعتين التكرير والبترو كيمويات والتحديات التي تواجهها في تكنولوجيا العمليات التحويلية لتعظيم إنتاج مصاف النفط والمشتقات البترولية الخفيفة ويتركز المؤتمر مؤتمرنا لهذا العام على موضوعين رئيسيين هما صناعة التكرير والمصافي وكذلك البترو كيمويات فصناعة التكرير كما نلاحظ أن هناك تطوير دائم في الصناعة التكريرية صناعة المصافي تقوم دائما في إجراء التطويرات والأي مستجدات على الصناعة البترولية